ترجع للمدرسة بقى نعم اترفت كتير انت بالمدرسة نعم كان مرة اترفت المدرسة انا علاقتي بالمدرسة انتهت في أول حضارة اول يوم بس مفيش عمار بينكم مفيش الناس انا رايح انا رايح مندمج ومبسوط وبستني بتدايقوني ليه؟ والله العظيم كنت بستني وامي انا فاكر ان يوم ده كويس شفت امي دي انا امي كنت قد كده وامي حامل في وقتي والمدرسة حامل اللي بتكلمه يعني مش هلو مش حانساها زي كان فيه في فيلم عربي كان فيه وحد بتشوف البيبين بيكلموا بقى طبفاجر فالمهم ان انا فاكر اليوم ده كويس طب حبيبي مش يعني امش انا اه باي باي خلاص انا قاعد مستدل ده فحضانة اه بقالي شهرين حنروح المدرسة حنروح المدرسة والجازمة الجديدة والبتاع اللي مش عارف ايه وماه المريالة دي؟ ليه مريالة يعني ليه تلبس مريالة؟ مريالة يعني ليه مش انت قلت تلبس مريالة؟ مريالة حضرنا المريالة وانا حضرنا مريالة؟ طيب يا علي بس مش الرجالها تلبسوا حاجة والبنات تلبسوا حاجة المهم يعني فروحنا بقول ابنة وجاري وبتاع وفجأة بيجروا الرارة عشان احنا بنعمل شقاوة نعم ما شغلتنا نعمل شقاوة احنا قطعنا لازم نعمل شقاوة لازم نعمل شقاوة والبالعب والعيال دي كلها ازاي يعني ثم انك انت تجري تدرب حد وتجري ده لعب اه طبعا هكنا بروح عشان كده لا واحد بقى يعني لازم يعني انت زعلان اجري وراي وضربني يعني مش مش كده عندما انت هتقعد تعايت ايه ده ايه ده ايه الجو ده ثم تيجي ناس تجري وراك وايه هتعمل كده وهم كبار ايه وانت صغير ايه الجو ده وزعوك اه في كورنر كده وانت بشرف ايه وبعد كده توابير ايه توابير دي بمعنى ايه بمعنى ايه يعني الحاجات كلها مش مشة معاك في المدرس لا وبعد كده من النور الناس الفاقع اللطيف الصاعد الواحد ده داخلين على التوابير بقى داخلة على قوة الضلمة اللي هي الفصول وقوة متحركش ثم وزعو السلصال وما دونيش يوزعو ايه فقومت خدت من البقيد اه فقالوني انت اني الادب مرتين وزعوا السلصال سلصال نلعبين فبقيت اني الادب مرتين مرة لما انا كنت عاملتش اوه وبره اه ودلوقتي فصنفوني بقى قعد وراء لقد قعدت وراء لقد سراء العامل ما طلعش قدام خالص وراء شمال جنب الشباك واناو الشباك راح يبين انا محابل ده مستقصدينك لحد سنوي لا يا راجل وانتي كنت بترضي المدرسة كل شوية؟ لا انا كنت بترضي السبيان يعني كنت بترضي الولاد وانا كنت مختنع انت بابك لم تشاكي من البيت مرة لا لا لم تشاكي من البيت انا اللي مشيت لو قالك روحي مطرح ما جيتي اه لا هذا الموعيد لكي يعلمني الانضباط واحترام الموعيد ابويا قلت لك من مطرح ما جيتي لكي جيت جيت خمس دقائق قبل المعايد اللي انا مديهوله يعني مثلا قبل فهو ابويا قلتيني ستجي واحدة ولا واحدة العشرة ولا واحدة وعشر يعني لو روحتي بدري يتضايق كمان لو روحتي بدري يتضايق لان هو ضابط نفسه على المعايد اللي انا مديهوله وعايز يعلمني طبعا ويربيني على الموعيد مظبوطة طبعا بدفع التامل غالي قوي دلوقتي طبعا خصوصا في مهنتنا يعني في شغلتنا فعالبام مرديش يفتحلي قالي رجع المطرح ما جيت رح تراح عند الجران اللي بنتي عندهم ملقيتش قدامي غير جارنا الولد اللي قد دي بيذاكر معايا وكده فقلتوله معلش قول لمامتك تيجي داخدني معلش نزله تعالو خدوني بالليل فالحقيقة كترقال في خيره بنتتحيلة عالناس انهم يجيغدوك اه فجأ جت والله كترقال في خيره جاريتنا تنتناديا دي مامة نديم جابت نديم وقوم خدوني من المكان اللي انا فيه وودوني على بيت مامتي بقى لان ما بايا رفض يدخلني عنده خالص حاجة تفوتك